ونحن نتوقف مع جولة اقتصادية لأبرز أخبار المال والعمال والتي نستعرضها في التقرير التالي اكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعدة السيد زايد من راشد الزياني المضي قدما في استكمال مشروع تطوير سوق المنامة القديم وذلك وفقا لأعلى المعايير والممارسات العالمية بغرض تلبية احتياجات رواد السوق والتجار والتقى الزياني عددا من تجار السوق وأكد على استمرارية مشروع تطوير سوق المنامة القديم حيث اعتمد على قرار تشكيل لجنة تطوير سوق المنامة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض شهدت الأسواق إقبالا متزايدا على اللحوم الحمراء منذ بداية شهر رمضان المبارك وأكد القصابون أن زيادة في معدلات الطلب وصلت إلى أكثر من سبعين بالمئة وأكدوا على أن المعروضة يغضي الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء بفضل تعدد الشركات المستوردة والتنوع الخيارات الطازجة من عدة بلدان لتشمل الأغنام والعجول والأبقار على اختلاف أنواعها وأوزانها والشركات بالنسبة إلى اللحوم هالسنة متوفرة ومسوى برنامج خاص عساس شهر رمضان بالنسبة لللحوم في عندنا عدة لحوم أشكال من السوداني الباكستاني الأفيوبي إضافة للإسترالي اللي هو الاعتماد عليه حق الأغنام كميات كبيرة تقريبا كل تاجر يجيب أقل شي شحنه من 80 إلى 100 قطعة من الأبقار وكمبيات من الأغنام من 200 راس 300 راس وهذا عدة تجار نعم مو تاجر واحد تقريبا 8 إلى 7 تجار وهذا تجار منافسة قوية في السود سنة رمضان خير جميع أنواع اللحوم موجودة الباكستاني والسوداني والأثيوبي والإسترالي والمحلي جميع الأنواع موجودة الحمد لله رب العالمين لأننا ما فيه احتكار جهة واحدة احتكار والقصاب مجبور لازم يأخذ هذه النوعية أو هذه الكمية القصاب حر والمشتري حر الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية السلطان أحمد بن سليم يعلن أن المجموعة ستمنح عقد تطوير ميناء بربرا في الصومال لمقاول رئيس خلال يوليو المقبل وأضاف بن سليم في تصريحات صحفية أن عقد تطوير المشروع يتضمن إنشاء 400 متر من الرصيف وساحة تقدر بـ 25 هكتار فضلا عن تنفيذ أعمال البنية التحتية ورصف المرافق وتشهيد كل البنايات والمكاتب الإدارية تستعد بورصة ناسدعك دبي لإطلاق عقود مستقبلية على أسهم شركات مدرجة في السعودية وستمنح العقود المستقبلية المستثمرين أدوات تحوط جديدة لاتخاذ مراكز شرائية وبيعية بالنسبة لأسهم الشركات وذلك في الوقت الذي يزيد فيه اهتمام المستثمرين الدوليين بسوق الأسهم السعودية على نحو متسارع قال وزير البترول المصري إن ولاده ستطرح مزايدتين عالميتين للاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في 27 قطاعا هذا العام وذكر الوزير المصري أن إحدى المزايدتين تطرحها الهيئة المصرية العامة للبترول وتشمل 11 قطاعا نزلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام الدولار الذي تجاوز 4.55 ليرة متأثرا بارتفاع العملة الأمريكية ومخاوف بشان قدرة البنك المركزي على كبح معدل التضخم القابع في خانة العشرات وخسرت الليرة التركية نحو 16.5% منذ بداية العام مما يجعلها واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء بدأت شركة أبل الأمريكية بتسديد الفوائد الضريبية المستحقة للحكومة الإيرلندية حيث دفعت الشركة الشريحة الأولى من الضرائب المتنازع عليها والتي تقدر قيمتها بمليار وخمسمائة مليون يورو إلى حساب ضمان مصمم للاحتفاظ بالغرامة وكانت المفوضية الأوروبية علقت في العام 2016 بقولها أن الشركة أبل استفادت من المزايا الضريبية بشكل غير قانوني في إيرلندا منذ العام 2003 وحتى العام 2014 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر